اشتركوا في القناة علامته ايه علامته انك ترى نفسك متميزا عن الاخرين انت اعقل انسان انت افضل انسان انت احكم انسان انت بهذا المنطق يعني الكبر الكبر يتولد منه طبعا العجب والرياء وعدم قبول الاخر وعدم قبول رأي الاخر وتصير صاحب يعني فكرة ابليس انا خير منه تسمع العالم تنافضل منه تسمع الاية تقول ليس هذا تبسيرها تسمع الحديث يقول لك من الذي قال انه صحيح تسمع رأي العلماء هؤلاء الرجال ونحن الرجال فالكبر اول حاجز وسد يحجبك ولا يعذب الله عن الله هذا هو الامر الاول الامر الثاني الهوى انك تنصحب هوى في المسألة انت تهوى اخاك فلان ولا تحب اختك فلانة تحب عمك فلان ولا تحب عمك فلانة لذاك لما يقول عمك الذي تحبه او عندما يقول اخوك الذي تحبه كلاما باطلا تقوله صح مضبوط كلام اخويا صحيح سبحان الله الله يرحم والدين اللي ربنا عاصل تربية لما اخوك التاني يقول رأيا انت اصلا مش مستريح له رأيه غلط ابونا الله يرحمه اهمل في تربية سبحان الله والدين الهوى لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله الهوى هذه المصيبة ولذلك ابليس اخذ هذه النقطة قال ما استغفر يقال يعني ما اذنب احد من امة محمد ذنبا الا واستغفر لو سلطن عليهم شيئا لا استغفرون منه ولا استطيعون وهو الهوى يقول لك انا غلطان في ايه يا ابن انت مقطع اخوك انا مش غلطان اصلا انا اخت انا ما اقططش في حقه وهكذا الهوى هذا هو الحاجد الثاني الذي يحجزك عن رب العباد سبحانه وتعالى الامر الثالث عدم موجود التوحيد الخالص داخلك يعني عظ في ذهنك ان المؤسسة دي اللي بتشتغل فيها اذا فصلت منها مستقبلك يهتز وما مش اترب العلم منين وادخلهم الجمعة ازاي ومش عارف اذا مت وتسبت الاطفال الصغر وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريات انضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا هذا هو التأمين الحقيقي اما سبحان الله يعني يعني تتغل الهوى ذريع لك و يعني يعني عدم موجود التوحيد الخالص داخلك تتشعر ان ان لم تنافق المدير ربما يفصلك ان لم تطاقط للرئيس هذا في العمل او غير العمل ربما يؤذيك ويسلط عليك ما هذا كلام ما هذا كلام اين التوحيد الخالص اين التوحيد فهذا هو الحجاب الثالث ان تكون غير خالص التوحيد لله رب العالمين المسألة الرابعة نسيان العبد للاخرة هذه كارثة اخرى لان انت لما تي تظلم تتذكر الاخرة تتوقف عن الظلم تي تغتاب تتذكر الاخرة تتوقف عن الغيبة تي سبحان الله تعبد الحدود لا 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 الله رقم الاخرة تي سبحان الله تبيع او تشترق او ترتشق او 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 تشوف نسيان الاخرة اس كل مصيبة هي الفسيلة التي تزرع في القلب لتغرط شجرة خميثة هي الصد عن سبيل الله الامر الخامس او الذي يليه هو عدم اتباعك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في صغير الامر وكبيره يعني فيه تعاملك مع اهلك مع جرامك مع الناس مع الموظفين مع الشارع تذكر رسول الله اسور حسنة قدوة حسنة ان تزدعي محبته فاين محبته عمليا هذه بعض من حواجز تحجزك عن الله سبحانه نسأل الله ان يعني يزيل هذه الحواجز وان يكون بيننا وبين الله سبحانه وتعالى العبادة الدائمة والذكر الدائمة والمحبة الدائمة والخوف الدائمة تأوفنا الله اياكم على الاسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته